السلام عليكم نبي لوبسمان نتمنى انكم تكونوا على خير اليوم اجبنا لكم واحد الوصفة اللي تكون جوجي للمكونات فقط هاد الوصفة للبشرة فيها الحليب وفيها الروز مطحون انا طحنتوا اليه هو ما خاصوش يكون حرش و ما خاصوش يكون رطب يعني يكون بين وبين ما يكونش ابتان حرش باش ما يجرحش لنا البشرة و كما كتعرفوا البنات الحليب والفوائد ديالو والروز و كذلك والفوائد ديالو الفيتامينات لي فيه فيتامين دال و فيتامين جيم يعني هاد المكونات بجوج اللي هما طبيعيين انا بالنسبة ليه كان ديهم جوش المرات في الأسبوع بالنسبة هاد المسك را تبيض الوجه و تعطيه واحد نظارة و تيوحد لون تا البشرة و بالنسبة للهالات اللي كيكونوا تحت العين مزيان و بالنسبة اللي عندها البشرة حساسة و احسن حاجة انها تجرب على يدها و اصلا الحليب و الروزة يعني ما عندوش بش يضر ولكن احسن حاجة تجرب على يدها وتشوف وبالنسبة اللي دارتها و حطاتها و خلاتها واحد شوية و قلت بلاتتها شوية و نرجع عليها يعني تزيدها شوية الحليب انا حطتها على يدي بش تشوفوا الفرق ما بين يد ديالي اللي دارت فيها الماسكو و يد اخرى سوف تقوم بتصوير 15 دقيقة انا هنا 10 دقيقة سوف تشوفوا كيف يكون و كيف يبدأ ينشف فاش تبغو تحيدوا بطريقة دائرية ما تخافوا لها المكونات بزاف ما عندكم مناش تخافوا من هاد الماسكو حيث شرع فيه مكونات طبيعية جربوا و رضوا عليها البنات الشي الفرق ما بين اليد ديالي اللي دارت لها الماسكو و اليد الاخرى ما تنسوش تديروا لايك و سبسكرايب القناة و تسوحلوا الجرس نشوفكم في فيديو اخر موسيقى موسيقى